موسيقى موسيقى مساء الخير سوريا في العهدين الأموي والعباسي في العهد الأموي تحولت إلى أمبراطورية مترامية الأطراف متعددة الأعراق مركزها دمشق التي باتت تعرف بعاصمة الأمويين وهي قبل ذلك عاصمة الأراميين الذين حولوها إلى مملكة مملكهم الدكتور كلاوس هزيم مدير متحف الفن الإسلامي في برلين سابقا الأستاذ في جامعة برلين الحرة وجامعة كوبنهاجن في الفنون والآثار الإسلامية ومدير بعثات التنقيب في مدينة الفار بمحافظة الرقة هو في دمشق لحضور إعادة افتتاح متحفها ولحضور المؤتمر الدولي عن المتاحف دكتور كلاوس أيضا يحمل شهادة دكتوراه عن الفترة الأموية من جامعة هامبورغ منذ خمسة وأربعين عاما عن هذه الفترة وعن الفترة العباسية وعن الفن الإسلامي وعن مدينة الرقة سنتحدث قبل الحوار تقرير عن الفترة الأموية في سوريا في عام ستمائة وخمسة وسبعين للميلاد بات معاوية بن أبي سفيان واليا على الشام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وفي عام ستمائة وواحد وستين أعلن نفسه خليفة وبه انتقلت الخلافة إلى الفرع السفياني من بني أمية وباتت دمشق عاصمة للدولة الأموية حيث بدأ التوديث وإحاطة العرش بالأبهة والتشبه بقياصرة بيزنطيا وملوك الفرس توفي معاوية عام ستمائة وثمانين للميلاد وتسلم الحكم ابنه يزيد الذي وبأوامر منه نفذت مذبحة كربلاء وبابنه معاوية الثاني انتهى حكم السفيانيين وبعد فتنة دموية أخرى بات مروان بن الحكم خليفة واستتبى الحكم لابنه عبد الملك بن مروان الذي توفي عام سبعمائة وخمسة وظل الحكم بين أبنائه وأحفاده حيث توالت الفتوحات في عهد الوليد بن عبد الملك وصولا إلى إسبانيا وصمرقند وحصلت أعمال إنشائية وزراعية وأنشئ الجامع الأموي فيما لم يفعل سليمان بن عبد الملك شيئا يذكر سوى أنه أوصى بالخلافة لعمر بن عبد العزيز الذي حكم سنتين وكان متخشفا ليعود الحكم عام سبعمائة وعشرين إلى يزيد بن عبد الملك الذي كان متهتكا ليتسلم الحكمة عام سبعمائة وأربعة وعشرين هشام بن عبد الملك ويحاول إصلاح الدولة التي وصلت إلى أوسع رقعة في عهده حيث قضى عام سبعمائة وثلاثة وأربعين ليتتابع انهيار الدولة بعده إلى حين سقوط الحكم الأموي في أيدي العباسيين سنة سبعمائة وخمسين خلال خلافة مروان بن محمد أهلا بكم في أجراس المشرق أهلا بك دكتور كلاوس لنبدأ كيف بدأت العمارة الأموية في سوريا نعم كان هذا طبعا بالنسبة إلى العمارة التي كانت موجودة من العصور القديمة إلى العصر البيزنطي طبعا هذا تحدي أن تجد القصور والقلاعة فيها هذه الزخارف طبعا المسلمون طلب منهم أن يقوموا بها بشكل أفضل وهذا طبعا فخر لهم لهذا أصبحت هذه الرسوم مضاءة أكثر من السابق بالنسبة إلى العمارة التي بنيت من خلال القصور والمساجد الإسلامية هي طبعا نوع من رد فعل كعمارة على الفترة البيزنطية كان مركز الخلافة الإسلامية أجمل ومجال فخر أكثر من العمارة البيزنطية حتى بالنسبة إلى قصر هشام وقصر حير طبعا نرى فيه أيضا الفسيفساء في المساجد ولسيما المسجد الأموي في دمشق الذي أضيئه هناك صور أو رسوم مضيئة وهذا كان فنا جديدا لكنه كان نوعا من الاستمرار لأسلوب العمارة والرسوم في الفترة البيزنطية في القرن السادس عشر والسابع عشر طبعا الزخارف في الأمنية المعمرية الإسلامية ليست نسخة أو حتى تقليدا للفن البيزنطي بل هي نوع من تصحيح ربما للفنون البصرية في الفترة البيزنطية بحيث لا يوجد مثلا تجسيد للآلهة فيها كما كان في الفترة البيزنطية بشكل مجرد لم يكن هذا ضروريا في الرسوم في الفن الإسلامي طبعا كان تجسيد الآلهة هو الأساس في الرسوم البيزنطية لكن في الإسلامية طبعا في الفن الإسلامي يشار إلى الإله بشكل رمزي وكذلك إلى الخلفاء وطبعا كانت المساجد تجسيدا لهذا الفن نعم هل من خصائص وصفات للعمارة في العصر الأموي خاصة بها ما هي؟ نعم بالنسبة إلى العمارة هي ربما جديدة المسلمون لم يكن بإمكانهم أن يحاكوا تماما الكنائس هذا كان يعود أكثر إلى الفترة البيزنطية والقديمة لذلك ما قام به الفنانون المسلمون هو أن يحاولوا تجسيد المصلين حول المحراب حول الكعبة مثلا وكانوا يبنون حتى في هذا المجال المنبرة لا باتجاه المركز بل باتجاه الجدار للمصلين باتجاه القبلة طبعا هذه الفكرة وهي تغيير الجهة من الغرب والشرق إلى الجنوب هي ربما لتجسيد صفوف من المؤمنين والمسلمين يصلون باتجاه القبلة فهذا طبعا شيء جديد في هذا الفن الإسلامي طبعا في سوريا لدينا أيضا القباب والقباب للمساجد هي قباب ليست في مركز معين في المسجد بل القبة تتجه إلى السماء إلى المحراب أيضا فهذه أيضا كانت فكرة جديدة ليس لدينا ربما تفسير لها بشكل كبير لا في البلدان العربية ولا حتى في جزيرة إنما هي فكرة جديدة بالنسبة إلى قباب المساجد وهذا نراه في المسجد الأموي في دمشق مثلا ولكن مثلا المئذنة وأول مئذنة بنيت في المسجد الأموي يا مربعة الشكل على شكل الأبراج التي كانت في الكنائس ليس كذلك؟ بالنسبة إلى فكرة المئذنة هي فعلا مهمة جدا تطور مهم في هذا الفن وهي بدأت كنوع من الصومعة كسقف أو أعلى المسجد في دمشق كان هناك أربع مئذنة على سطح المسجد على شكل أبراج وبرأيي إن هذه نوع من التطوير على شكل مئذنة مربعة كما نرى في المسجد الأموي في حلب وأيضا في مساجد أخرى في مدن أخرى مثل الرقا نرى مئذنة على شكل مربع وأيضا في بعض القصور المسجد في العمارة الإسلامية وكنموذج المسجد الأموي في دمشق دكتور كلاوس يضم الحالة الدينية والحالة الزمنية هناك خزانة لبيت المال ما علاقة المسجد بالحكم؟ هذه مشكلة بالنسبة إلينا أن نفهم فعلا هذا الأمر لأنه لا يوجد في المصادر التاريخية الموجودة هنا هناك مصادر تتحدث عن خلفاء ودخولهم إلى المسجد يأمون المصلين فالخلفاء كانوا الرموزة إذا صحت تعبير بالنسبة إلى المؤمنين في سلطهم مع الله لكن في البداية لم يكن هناك مكان خاص للخليفة ليأم المصلين أصبح هناك مكان في المسجد للإمام مثلا بعد أن تعرض ربما معاوية للاعتداء فبدأوا يحددون مكانا للخليفة محميا نوعا ما في المسجد والإمام ربما يقف في مكان آخر أو يصبح محميا حتى في المركز عندما يأم المصلين لكننا لا نلاحظ هذا في البنى المعمرية لا نعرف تماما لماذا هذا المحراب هو على شكل محراب أو مزار ومحمي نوعا ما أو منعزل ولا نعرف لماذا مكان هنا لكن عادة مكان المحراب في الداخل يبقى خاليا ربما يقف الإمام خارجه لكنها فكرة مهمة يجب أن نعرف من أين جاءت ما هي الصفات الفن الإسلامي بالعصر الأموي؟ خارج العمارة الفن الإسلامي طبعا الفن الإسلامي يتركز عادة في فترة الخلفاء طبعا الخلفاء كان لديهم قصور متعددة لذلك الفنانون كانوا دائما منشغلين في البلاط عند الخليفة يقدمون هذه الفنون كان هناك مثلا الكتابات الرسوم للكتب وحتى الصور الإضاحية للقرآن والتي كانت مزخرفة بشكل جميل جدا فعلا لتعبير عن أسلوب جديد طبعا هذه الزخارف في الكتب وفي الرسوم لا نستطيع أن نميز الرسوم التي تعود إلى العصر الأموي والعباسي حتى لو كان هناك اختصاصيون يعرفون ذلك بدقة الزخارف متشابهة جدا وأيضا نستطيع أن نرى زخارف الفن الإسلامي أيضا بشكل كبير في بعض الرسوم في متحف دمشق هذه كنوز موجودة في هذا المتحف وأيضا في متاحف أخرى الفسيفساء مثلا وهذه رسوم من الفسيفساء طبعا على الجدران وهذه كلها تظهر هذه الأفكار وهي أفكار جديدة في الفن الإسلامي أو الموضوعات فهناك على سبيل المثال أوراق الشجر أو لفائف أوراق شجر العنب التي تلتف حول بناء المسجد أوراق العنب تحديدا التي تتدلى في المسجد الأموي في دمشق كانت فعلا من عجائب هذا الفن لأنها كانت تنتشر في باحة المسجد بشكل رائع ولاحقا كان أسلوب هذه الرسوم لأوراق العنب وأيضا لرسوم نباتية أخرى اختلطت مع الموضوعات بأشكال هندسية أخرى إضافية مختلفة أعطت هذه الخصوصية للفن الإسلامي أي مزيجا من الرسوم النباتية وأيضا الأشكال الهندسية التي ميزت الفن الإسلامي وخصوصا في العصر العباسي طبعا نستطيع أن نحددها أو نعرفها على أنها رؤية الفنان إلى الطبيعة التي تتجسد في هذه الرسوم النباتية وأيضا مفهوم الفنانين لاحقا بأعداد رموز أيضا للمؤمنين وللحكام أيضا وللمجتمع الإسلامي لأنه في الإسلام نعرف أن الطبيعة دائما يقوم الفنانون بتحليلها ويبدأون بإعادة رسمها ربما بأشكال هندسية جميلة ورائعة تأخذ كلها خصوصية عندما تتطور فأوراق الشجر هي فعلا تعطي هذه الرموز الطبيعية لذلك من السهل أن ندرك أو نلاحظ فورا وجود هذه الأوراق ولزيما أوراق العنب التي تأتي طبعا من منطقة البحر المتوسط ونلاحظ أيضا تقريبا نوعا ما طريقة لتحديد وتجسيد الطبيعة لكي يفهمها الناس بطريقة بسيطة عندما ينظرون إلى هذه الرسوم لتقريب الطبيعة إليهم لأنه مثلا على الناس أن لا يخاف من الطبيعة فكان الفنان يحاول أن لا يخيفهم من الطبيعة نعم إذا أخذنا قصر الحير الغربي واجهته هنا في المتحف هل هذه العمارة نجد لها صدن في السابق أم أنها محب إسلامية وما علاقتها بالبيئة التي بنيت فيها شرق تدمر القصر بني في منطقة فيها قبائل عربية والتي حاول فيها الخليفة أن يبني نوعا من التواصل والتبادل معهم فلذلك هذا القصر بني هناك وكان نوعا ما مركز اجتماعات ومركز تجسيد لسلطة الخليفة ولقابوله أيضا من المجتمع المحلي والتواصل أيضا معهم ومع شيوخ القبائل أي وجهاء هذه القبائل لذلك كان من المهم بالنسبة إلى القبائل العرب والبدو أن يكون لديهم أيضا مكانتهم في القبيلة كشيوخ قبائل واعتقد أن القصور عبرت عن هذا في معمارها في بنيانها كان يوجد في هذه القصور أماكن لكي تمثل سلطة الخليفة وسلطة وجهاء القبائل هذا ربما تفسير شخصي لهذا البنيان أو المعمار بدقيقتين إذا سمحت في آخر هذا المحور ما هو وجه الشبه بين الفن الإسلامي والفن المسيحي طبعا الاختلاف الوحيد هو التركيز على تجسيد الأشخاص في الفن المسيحي ولسيما في شخصيات الدينية وحتى طبعا في تجسيد الملاحم والشخصيات التي لها رموز دينية فالتركيز على الأشخاص كفاعلين ليس من أسلوب الفن الإسلامي هناك تجسيد للأشخاص ربما مثل المصلين أو الخلفاء مثل قصر الحير الغربي ومثلا في بعض الرسوم الموجودة حتى في الأردن تجسيد الأشخاص في الفن الإسلامي يختلف عنه في الفن المسيحي هناك فكرة أن الفنان قد يكون هو ذاته الذي قام ببعض الرسوم في الفن المسيحي أو في الفن الإسلامي لكن اختلفت الأدوات وأيضا اختلفت المفاهيم عندها فإذا هذا الفن التصويري للأشخاص هو أصعب من حيث الزخرفة وأصعب بكثير من تجسيد أوراق الشجر والرسوم النباتية سنتعب إلى فاصل سيدي أعزائي فاصل ثم نعود إلى الحوار مع الدكتور كلاوس هازي المتخصص بالعمارة والفن الإسلامي والأموي تحديدا من متحفي دمشق انتظرونا تحية لكم تقرير عن آثار الرقة قبل الدمار طبعا والدمار الذي حصل في الرقة لأنها من العصر العباسي لأن الرقة عباسية ثم نعود إلى الحوار مع الدكتور كلاوس هازي أعلنت أمريكا وتحالف الغربي تحرير مدينة الرقة من داعش في تشرين الأول أكتوبر عام 2017 بعد أن دمرها المدينة التي كان يبلغ عدد سكانها أكثر من 220 ألف نسمة قبل الحرب أسسى الاسكندر المقدوني الرقة ووسعها سلوكوس نيكاتور وسماها نيكيفوريون وبات اسمها في العصر الروماني البيزنطي كالينيكوس على اسم الفيلسوف الصفصائي الذي توفي فيها ثم ليونتو بوليس نسبة إلى الإمبراطور البيزنطي ليون وفتحها العرب بقيادة عياض بن غنم صلحا عام 634 وعقد معاهدة مع سكانها المسيحيين بعد أن دخلتها المسيحية باكرا وتنصرت القبائل في جوارها وذلك بأن لا تهدم كنائسهم إذا دفعوا الجزية أسس الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور مدينة جديدة في الرقة عام 722 ونقل الرشيد إليها دار الخلافة سنة 800 وبنى فيها قصر السلام الصيفي وباتت مركزا رئيسا من مراكز الثقافة العباسية وضمت معاهدة ومدارس ومكتبات ومساجد وسورا بقي بعض آثاره إضافة إلى باب ضخم ومئدنة وأضرحة لبعض الصحابة فيما بنى المعتصم قصرا صيفيا جديدا وبقيت في نشاطها ودورها التجاري على طريق الحرير حتى هدمها المغول عام 1260 وبقيت قفرا حتى مطلع القرن العشرين حيث عادت إليها الحياة قبل أن تحتلها جبهة مصرى ومجموعات أخرى عام 2013 ثم داعش الذي هدم الآثار والأضرحة والكنائس وأعدم من يخالفه الآن تتحرر الرقة من الأمريكيين وحلفائهم وداعش على حد سواب وتعود لتبنى من جديد أهلا بكم مجددا في أجراس المشرق دكتور هازي أيضا ما هي صفات العمارة في العصر العباسي؟ طبعا في سوريا العصر العباسي موجود أيضا في الآثار وسوريا هي دولة غنية جدا بالآثار إذا نظرنا إلى الوادي بين الفرات ودجلة نجد الكثير من الآثار التي تعود إلى حضارة بلاد الرافدين طبعا الآثار العباسية جاءت من الشرق في العراق وحتى من إيران وأسيا الوسطى لذلك العمارة تتغير ربما تغيرت وأصبحت أسل أيضا لم يعد هناك الكثير من العمارة بالحجر الثقيل أصبحت أخفة وأصبح الاهتمام أكثر عندها في الداخل في الدكور الداخلي ربما وفي جمالية الدكور الداخلي والإضاءة أيضا طبعا علماء الآثار السوريون وجدوا قصر هارون الرشيد في الراقة وكانت طبعا هي عاصمة الخلافة العباسية في القرن الثامن وليست بغداد طبعا بل كانت الراقة ثم في العراق في مدينة سمارة الآن العمارة أصبحت معقدة أكثر وضخمة هناك قصور في الراقة ضخمة جدا بالنسبة إلى حجم قصر وهي تصطف حتى فيها ممرات كبيرة وضخمة هذه القصور كانت مزينة بمادة من العراق والجزيرة مادة معينة من الحجر فكان فعلا العمل فيها سريعا جدا تستطيع أن تقطع هذه الحجارة بسرعة وكان الفنانون فخورين باستخدام هذه التقنية وتقديم شيء جديد كانت الفكرة هي كيف نمثل الطبيعة في هذه الفنون والمناظر الطبعية من الخشب ربما من الرسوم النباتية أيضا وطبعا كانت هناك رسوم لأشكال هندسية كثيرة وكان هناك اهتمام بها فطبعا عبر عن استخدام هذه المادة رسوم أشكال هندسية كانت مهمة جدا وقت ذا نلاحظ أيضا أنه خلال ثلاثين إلى أربعين عاما كان هناك تطور للرسوم النباتية في التراث القديم وأصبحت أكثر ميلا إلى الرسوم الهندسية هذا أيضا موجود في متحف دمشق أيضا وموجود كذلك في المواقع الأثرية شمال وشرق سوريا نتمنى أن تعود هذه وأن نستطيع إظهار جمالية هذه المواقع وهذه الأثار وهذه الفنون التجردية في قصر سمارة أيضا كان هذا طبعا نهاية تطور هذا الفن والذين استخدموا التجريد جدا في فنونهم ولسيما في الانتقال من الرسوم النباتية إلى الأشكال الهندسية حيث لا تجدوا فقط أشكالا هندسية بل أيضا فنونا تجردية كما قام بها فاسيلي دامتينسكي في عام 1911 تعرف أنه من ألاف السنين قبل فناني العرب في الرقة وفي سمارة هم هدوا الطريقة لهذا النوع من الفنون هل هناك عمارة عسكرية لدى العباسيين؟ من الصعب أن نتأكد من هذا لكن نحاول أن نميز بعضها من حيث المنازل ومن حيث صفوف الطويلة ربما لممرات ودهليز المحاكم والطرقات وصفوف القوات العسكرية لكن هناك بناء كبير جدا وكان هذا ربما المسجد في الجزيرة وكان حجمه ضخما جدا وطبعا الجواب يعرف من المصادر ربما يكون مسجد ابن طولون في القاهرة حيث كان هناك حاكم مصر الذي حدد هذا المسجد أو عرفه وأراده أن يكون كبيرا جدا يكفي لقواته فأضاف مساحات أكثر إلى الباحة الأساسية لأنه كان هناك قوات عسكرية والمسجد كان مركزا أيضا للعروض العسكرية هناك مسجد في الرقة منتراز جديد في العصر العباسي أليس كذلك؟ هل من صفات خاصة بالبناء الديني لدى العباسيين؟ نعم طبعا واجهة هذا المسجد مهمة جدا ليس داخل المسجد مهما بقدر ما هي الواجهة لا نعرف تماما داخل المسجد وليس لدينا ربما أي دليل من الزخارف الموجودة لكن ربما كان هناك نوع جديد لجذب الزوار من واجهة مدخل المسجد إلى الممرات والباحة وإلى القاعة الأساسية فيه لا نعرف إلى أي تاريخ تعود هذه الواجهة واجهة المسجد ولكن أعتقد أن نور الدين الزنكي أضافه إلى الواجهة وكان هذا ربما الأسلوب الجديدة في العمارة في عهد الزنكي والمئذنة في المسجد شكلها ألم يتغير؟ نعم هذه أيضا تغيرت ومن الجميل أن نرى هذا في الرقة كان هناك بلدتان في الرقة وهذا المسجد العباسي كان في البلدة المشهورة في الرقة وربما كان بناء هذا المسجد رد فعل على بناء مسجد آخر في بلدة الرافقة على العمارة الأموية وهذه المنارة في المسجد العباسي كانت دائرية وكانت في شكل هندسي مهم جدا في العصر العباسي طبعا هذه من أهم المبادئ الإسلامية أو السياسية الإسلامية آنذاك هي تبادل المعرفة بين الخلفاء كانوا يتأثرون بالفنانين من آسيا الوسطى ومن إيران وكانوا ربما ينقلون بعض الفنون ولا سيما التي تحمل تفسيرات عن أسليب الحياة في المدن المختلفة في هذه البلدان فمثلا كانوا يستعرون بعض الموضوعات أيضا من الثقافة الإيرانية لا المبادئ وكانوا يكيفونها مع المبادئ الموجودة في مجتمعهم مثلا كان هناك في مركز المدينة عمارة معينة معروفة في الوسط والمسجد كان دائما في وسط التجمع البشري الأساسي في المدينة وكان هناك القبة وهي جزء أساسي من بناء أي مسجد ونعرف أن قبة المسجد الأموي في دمشق هي الأساس والمركز ولا نعرف لماذا لا نعرف لماذا هذا ربما لأن القبة ليست من التقاليد المعمرية الإسلامية لكن هي تعطي شعورا ربما بالسمو والارتفاع والتحليق عاليا نعم الرقة دمرت يعني القوات التحالف الأمريكي دمرت المدينة هل توصلتم إلى معرفة ماذا بقي من التراث العباسي في الرقة دكتور كلاوس؟ طبعا المناقبون السوريون وبعثات التنقيب الألمانية في الثمانينيات كانت بإدارة ناسيب صليبي من دمشق وأيضا كان هناك باحثون ألمانيون من برلين نتائج هذه البعثات كلها موثقة ومسجلة وما زالت نتائج التنقيب أيضا تنشر تباعا ولكن لدينا ربما تجربة غير سعيدة بالنسبة إلى هذا المجال لأن بعض النتائج ربما فقدت لكن الأمور المعمرية بالنسبة إلى هذه القصور موجودة في كل الأدلة المعمرية والبنيان المعمري للمسجد كان موجودا وظاهرا على الأرض أكثر منه في البناء لذلك الثقافة المعمرية طبعا هي موجودة حتى في الرسوم على الأرض هذه لم تدمر هي موجودة على الأرض في كل الملامح المعمرية لهذه المساجد وسيعاد اكتشافها مجددا أو سنجدها لكن نتمنى في الوقت نفسه العثور على كل القطع الأثرية وعلى كل الأجزاء الأثرية التي تبعثرت الآن في هذه الأمكنة وجمعها مجددا الأثار الرقّة والمحافظة موجودة في متحف الرقّة أنت تعرف المتحف جيدا دكتور كلاوس هذه الأثار سرقت المتحف سرق ما هي أهمية متحف الرقّة وما هي الأثار الهامة التي كانت موجودة فيه سيدي الأثار الموجودة في الرقّة جاءت من فرق التنقيب وبعثات التنقيب هذه كانت في الشرق الأدنى لأنه كان طبعا بلدا غنيا جدا بالأثار أثار الشرق الأدنى وهذه كانت موجودة في عدة أشكال ومن عدة حضرات كانت حتى من العراق ومن الأنادولي أيضا وكان طبعا في سوريا ربما مركز لتبادل هذه المعارف والفنون المعمرية والأثرية وهذا استمر حتى في عهد الخلافة كل الكنوز الأثرية الموجودة في عصر الخلافة كانت تجمعت في الرقّة لكن بانتقال كرسي الخلافة إلى بغداد وسمارة نقلت هذه القنوز إلى أماكن أخرى نحن نعرف أن كنوز الفن الإسلامي والآثار الإسلامية هي السيراميه بشكل أساسي وقطع البرونز والزجاج أيضا والرسوم المختلفة كل هذه الأشياء ليست كنوزا للرفاهية أو قطعا للرفاهية هي قطع متواضعة لكن فيها تفاصيل أثرية ونقوش فعلا دقيقة وجميلة جدا فنتمنى طبعا أن تعود هذه القطع ونحن نعرف أنهم في الرقّة كانوا في صدد تطوير الحفاظ على هذه القطع الأثرية لكن توقف هذا لكن حاليا للأسف ليس لدينا معلومات عن مصير هذه الكنوز الأثرية التي نهبت من الرقّة في المتحف الإسلامي الذي كنت فيه في برلين ما هي الكنوز الأثرية الإسلامية فيه؟ وهل من سوريا جزء هام فيه؟ نعم هناك قطع أثرية من سوريا فمثلا بالنسبة إلى بعثات التنقيب الأولى من قبل ماكس أوبنهايم المستشرق المشهور الذي كان فعلا مهتما بالآثار ومشتهدًا ونشيطًا وأحب الشرق كثيرًا فدخل بعمق كبير حتى في المناطق البدوية في سوريا وقام بالتنقيب في بعثاته فبعض القطع الأثرية التي وجدها نقلت إلى برلين خاصةً فيما يتعلق بالنسبة إلى الشرق الأدنى القديم وهناك مجموعة أيضًا موجودة في متحف آخر في ألمانيا عن الأعمال الحجرية القديمة لكن الكنوز الأساسية في برلين هي من بعثات التنقيب في سمارة في العراق وهناك الأطباق والصفائح المصنوعة من الحجر التي تحوي رسوماً جميلة وتظهر تقدم الفن الإسلامي في الفترة العباسية الأولى وهناك دراسات ومشاريع عن هذه القطع الأثرية التي وجدت في سمارة في أوائل العصر العباسي وأعتقد أن نتائج هذه الدراسات ستعطي إضاءة جديدة على الفن العباسي طبعاً القطع الأثرية أيضًا هي من نتائج بعثات التقييم في العصر العثماني والإمبراطورية العثمانية وهناك أفضل المواقع الأثرية ربما أعطيات للتنقيب لبعثات ألمانية وكان هناك بعثات تنقيب في سمارة في عام 1911 حتى عام 1912 فبعثات التنقيب هذه كانت بداية لدراسة الفن الإسلامي والاهتمام به من قبل بعثات التنقيب الغربية من برلين ونحن فخرون جدًا بالوصول إلى هذه المعرفة ونحن دائماً كنا ندعو زملائنا السوريين ومدرية الآثار والمتاحف إلى المجيء إلى برلين وزيارة هذه المتاحف لرؤية كنوزها أي كنوز الفن الإسلامي والتراث السوري لأن هذا طبعاً يسهل انتشار شهرة سوريا ما يحصل في سوريا وما حصل في سوريا هو محاولة لتدمير التراث الإنساني كيف يمكن أن نقف جميعاً أن يقف العالم يوجه هذا التدمير من جهة وسرقت بعضهم من جهات أخرى يجب أن أقول هنا إنه بعد ستين عاماً من الدراسة في هذا المجال في علم الآثار وطبعاً في كل هذه المواقع الآثارية أنا ربما تخليت عن الأمل بأن يتوقف نهب الآثار في العالم هذا بدأ منذ زمن منذ الشرق القديم السرقة موجودة منذ الأزل ومن الغريب أن اليوم وهنا في هذا العالم المتقدم المثقف لا نصدق أن هذا لا يزال يحدث ضد البشرية وحتى لو كان هناك قوانين صارمة في هذا المجال أنا أعرف أن هناك قوانين في سوريا ضد نهب الآثار لكن ما زال هذا يحدث طبعاً أتمنى شخصياً أن تعود كل مجموعة من هذه الآثار أن تستعاد إلى المتاحف وأن تسترجعها سوريا ونحن أيضاً أعزائي من هنا من دمشق انطلقت الامبراطورية التي أنشأها الأمويون والتي لم يتجاوز عمرها في السياق التاريخي إلا قرن لكنها حملت سمات عديدة واكتنزت مقومات المحيط الذي حلت فيه شكراً للدكتور كلاوس هازي على مشاركته مشاركتنا في قرع أجراس التاريخ من أجراس المشرق وعلى محبته لهذه البلاد شكراً لزملائه في الميدين جهاد نخلي والزميلين العزيزين المصورين جمال حيدر وأحمد غيم على تعبهما ولمدير عام الآثار والمتاحف في سوريا الدكتور الصديق محمود حمود ولكل موظفي وإدارة متحف دمشق الوطني ولكم كل الخير والمستقبل الآمن والمشرق سوريا تنتصر والواجب هو الحفاظ على الإرث والتراس وتقديمه بأبهى صورة من دمشق سلام عليكم وسلام لكم وشكراً شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم